بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم الحديث في هذه الليلة إن شاء الله حول عالم الطين التي خلق منها البشر وقلنا هي عوالم حسب ظاهر الروايات قبل عالم الدنيا هناك من يؤولها بعالم الدنيا في وقت خلق الإنسان هذه تأويلات مختلفة ولكن نحن روايات أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم وما يفسرونه من الآيات القرانية الكريمة في هذا المجال وحسب ما تذكر الروايات ظاهرها على أقل تقدير بعضهم يفسرها يؤولها بتأويل آخر لا نعلم مدى صحتي أو عدم صحتي داك بحث آخر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين يعني كأنه بالبداية خلقه من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فكان هناك مرحلتين من الخلق وآيات أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله الروايات تؤكد خلق الأرواح قبل الأبدان بألف عام وألف عام يعني ربما للكثرة يعني هذه سنين طويلة لا يعلمها إلا الله جل وعلا لأن تلك الأعوام إذا ما كانت الأرض والشمس مخلوقتان في ذلك الوقت فلا معنى للعام الذي نفهمه نحن وإنما أسأل روايات إما تقارن الزمن بزمننا هذا أو بزمان آخر الله أعلم ولكن كيف كان ابتداء الخلق ذكرنا أن البداية كانت في عالم الأنوار وأن الأرواح اتصلت بالنور النبي روح الله خلق روحا واتصلت بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروح أمير المؤمنين ونوره وروحه أهل البيت سلام الله عليهم ذاك عالم تحدثنا عنه ثم تحدثنا عن عالم آخر يدعى بعالم الذر أو عالم الميثاق أو عالم الظلال على اختلاف التعابير في الروايات وربما هي عوالم متعددة وهناك تفصيل أيضا في عالم الطينة أن هذا الإنسان خلق من طين هذا الطين كيف خلقه الله فهم هذا المعنى إذن يساعد على فهم كثير من السلوكيات عند الناس في الدنيا بعضهم مؤمن بعضهم غير مؤمن ممكن مؤمن يلد غير مؤمن ممكن غير مؤمن يلد مؤمن وهكذا يخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث هذه كيف حصلت وكيف تحصل ولماذا تحصل في الدنيا هذه الروايات تشرح هذا المعنى فلها اتصال بوضعنا الحالي في الدنيا في رواية عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان أنه لو نعرف كيفية الخلق بعد ما نختلف ما نعتب على الآخرين ليش هذا الشكل ليش ذاكي مو الشكل ليش هذا معاند ليش ذاكي مو معاند ليش هذا مؤمن متمحض الإيمان وذاك فاسق فاجر متمحض بالفسق والفجور والعصيان فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال كن ماء عذبا أخلق منك جنتي وأهل طاعتي وقال كن ماء ملحا أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي فإذا في البداية نوعين من الماء الله خلقهما ماء عذب وماء أجاج ومن الماء العذب كان خلق المؤمنين خلق الجنة وخلق المؤمنين لأنه تحنوا أرواحهم إلى الجنة أما من الماء الأجاج كان خلقه الكافر وطبعا روحه وتحنوا إلى النار لأنه النار أيضا هي من الماء الأجاج ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض فبعد أن خلق الماء أخذ طين آدم من أديم الأرض من تراب الأرض فعركه عركا شديدا فإذا هم في الذر وقال كن ماء ملحا أجاجا أخلق من كناري وأهل معصيتي ثم أمرهما فامتزج أمر الماءين أن يمتزج فامتزج الماء الأجاج مع الماء العذب فمن ذلك صار يلد المؤمن كافرا ويلد الكافر مؤمنا بسبب الاختلاط بالماءين في ذلك العالم ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض فعركه عركا شديدا يبدو خلط الطين مع الماء كما في روايات أخرى قرأناها سابقا وتكونت طينة الذر فإذا هم في الذر يدبون صاروا كأنهم الذر وموجودين في ذلك العالم فقال لأصحاب اليمين إلى الجنة بسلام وقال لأصحاب النار إلى النار ولا أبالهم فإذن فصلهم الله جل وعلا أصحاب اليمين وكان جل وعلا يعلم أنهم هم من إذا جاءوا إلى الدنيا يكونون أهل طاعته وعبادته والإيمان به والإيمان بنبيه وبأوليائه والعيم الطاهرين الله يعلم منهم ذلك ولذلك يجعلهم من أصحاب اليمين أما الذين كانوا في أصحاب الشمال الله يعلم لو كلما تحدث معهم الأنبياء المرسلون نصحهم وعظهم أرشدوهم يبقون على عنادهم ولذلك يقول إلى النار فإذن وقال لأصحاب النار إلى النار ولا أبالي ثم أمر نارا فأسعرت فقال لأصحاب الشمال أدخلوها فهابوها أول سؤال هنا في هذه الرواية قال لأصحاب الشمال رواية أخرى قال لأصحاب اليمين فدخلوا ولم يهابوها فكانت بردا وسلاما في هذه الرواية قال لأصحاب الشمال فهابوها لم يطيعوا الله فيما أمرهم كأن حالة العبودية والطاعة لله جل وعلا لم تكن موجودة عندهم نعوذ بالله بعض الناس عندهم العصيان يقول أنا لو أفهم بعقلي لو أنا ما أقبله كأن الله سبحانه وتعالى لازم يعطي كل شيء بمغدار عقله مكن عقله يؤمن بأن الله حكيما عليما وكل ما يأمر به فهو من حكمه وعلم وقدرة جل وعلا ولطف بعباده هو متمرد يقول أنا لازم أنا أقبله بعقلي إذا ما أقبله بعقلي ما أقبله طيب عقلك يقول لك يعني لا تتبع رب العالمين عقلك يقول لك بالعكس يقول أنت أتبع رب العالمين لأنه أعلم بالمصالح هنا هؤلاء من البداية كانوا معاندين ما قبلوا أمر الله جل وعلا فلم يدخل النار فقال وقال لأصحاب اليمين قال الله جل وعلا لأصحاب اليمين ادخلوها فدخلوها فقال كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما فقال أصحاب الشمال أصحاب الشمال لما رأوا أصحاب اليمين دخلوا النار وصارت بردا وسلاما إذن هي لا تحرق أمنوا من هالناحية قالوا يا رب أقلنا اعذرنا يا ربنا احنا اشتبهنا اول مرة اقلنا واحنا نطيع امرك في المرة القادمة فقال جل وعلا قد اقلتكم فاذهبوا ايضا ليدخلوا فهابوها ثم ثبتت الطاعة والمعصية يعني ثبتت طاعة المطيعين في نفوسهم ومعصية العاصين في نفوسهم فلا يستطيع هؤلاء ان يكونوا من هؤلاء ولا ان يكونوا من هؤلاء يعني لا هذا المؤمن يكون من جملة الكفار ولا الكافر يصير من جملة المؤمنين هنا التعبير فلا يستطيع الواقع يعني ان اهواءهم لا تتركهم ان يكونوا مع المؤمنين ما تعني سلب الاختيار والارادة لهم الاختيار لهم الارادة ولكن اهواءهم شهواتهم غرورهم حسدهم للمؤمنين كبرياءهم هذه كلها النفس الشيطانية وهي التي تمنعهم من ان يكونوا من جملة المؤمنين ولا الخيار لهم ما الله ما يسلبهم الاختيار في ذلك فهي المسألة وفي حديث اخر عن جابر عن الامام الباقر عن امير المؤمنين عليه السلام قال سلام الله عليه قال تبارك وتعالى للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيهم الروحي فقعوا له ساجدين قال عليه السلام وكان ذلك من الله تعالى في آدم قبل ان يخلقه كأن الله قال للملائكة اني سوف اخلق اني خالق بشرا من صلصال بعدما خلق آدم فاذا خلقته فقعوا له ساجدين فالملائكة كانوا ينتظرون ان هذا البشر يخلق ويؤمروا بالسجود له فهذه في مرحلة قبل خلق آدم وكان ذلك من الله تعالى في آدم قبل ان يخلقه واحتجاجا منه عليهم قال فاقترف ربنا عز وجل غرفة بيمينه من الماء العذب الفراد وكلتا يديه يمين هنا قبل ان نكمل الحديث كلتا يديه يمين ربما المقصود اليمين من اليمن والبركة والخير فالله يمينه وشماله كلاهما يمين فيهما اليمن والخير والبركة لأن الله منزه عن الجسمانيات ما عنده يد كما الانسان وانما هو هذا تعبير عن البركة لا شو ما فيه وكل ما يفعله رب العالمين فيه حكمة وفيه مصلحة وفيه رأفة بعباده وارحم الراحمين بعباده ربما هذا معنى كلتا يديه يمين فيكمل عليه السلام الرواية فصلصلها في كفه حتى جمدت يعني خلطت بالماء وبقيت مدة الى ان جمدت فقال لها منك اخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين ولائمة المهتدين والدعاة الى الجنة واتباعهم الى يوم القيامة ولا ابالي ولا اسأل عما افعل وهم يسألون فهنا في هذا الحديث بين ان الطين الاولى التي خلقت وفيها وهي ايضا من الماء العذب الفرات ومن يمين الله جل وعلا وبركته سبحانه وتعالى خلق منها النبيين والمرسلين والصالحين والعمة المهتدين والدعاة الى الجنة ربما هذه صفات الانبياء واوصياء الانبياء واتباعهم الى يوم القيامة يعني من يتبع النبي واوصياء النبي الى يوم القيامة ولا ابالي ولا اسأل عما افعل وهم يسألون فهنا يقول صلصالها بكفه يعني طبعا بقدرته قلنا الله ليس بجسم ولا مادة بكفه يعني بقدرته ووجه انه لماذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لان الله جل وعلا كل ما يفعله فحسب العلم والحكمة والمصلحة اما الانسان احيانا يعمل شيء خلاف المصلحة ممكن يخطئ ممكن يغير يبدل فيسأل اما الله جل وعلا لا شيء يفعله الا فيه حكمة وفيه مصلحة وغير محتاج الى ان يظلم عباده وليس جاهلا نعوذ بالله جل وعلا لكي يخطئ بشيء يفعله ولا يعلم عواقبه لديه العلم المطلق والقدر المطلق وهو ارحم الراحمين اعلم الاعلمين واكرم الاكرمين فاذا هو جل وعلا كل ما يفعله عن حكمة ومصلحة يفعله ولذلك الحكيم لا يسأل لماذا فعله اما الانسان العادي كثير من الاجياء ممكن يسويه باعتبار المصلحة الشخصية او بحسب جهلة او شكة او ما شابه ذلك فيسأل حتى الانبياء اذا كانوا يسألون لا لانهم غير معصومين ولكن الحكم جاء عام الله سبحانه وتعالي يسأل كل البشر فكأنه جعلهم من ضمن البشر لكي يكونوا متساوي كأن القانون مساوي لكل البشر فيسألون ولا الانبياء معصومون ويسألون ربما لهذا السبب يكمل الامام عليه السلام الحديث ثم اغترض غرفة اخرى من الماء الماله الاجاج فصلصلها في كفه فجمدت ثم قال لها منكي اخلق الجبارين والفراعنة والعتات واخوان الشياطين والدعاة الى النار الى يوم القيامة واشياعهم ولا ابالي ولا اسأل عما افعل وهم يسألون هنا من الملح المال الاجاج صلصلة الطين وقلق منه ارواح الجبارين وامثال فرعون ونمرود وابي جال وغيرهم من الطواغيت والجبابرة قبل الاسلام وبعد الاسلام وإلى يومنا هذا في كل زمان هناك الجبابرة وطواغيت ومجرمين وقتل وسفك الدماء موجودون ولهم اتباع واعوان فيقول واشياعهم كل من يتبع اولئك ولا يتبع الانبياء والاوصياء الانبياء واشياع اوصياء الانبياء فاذا من كان مع الفريق الاخر من اهل الشمال الذين يتبع الظالمين والمجرمين هو ايضا يحسب معهم وقال في الحديث وشرطه في ذلك البداء ولم يشترط في اصحاب اليمين البداء يعني هو بحث طويل ولكن باختصار هو ابداء الامر للناس مو بداء ان الله يبدو له الله علمه ازلي لا يتغير ولا يتبدل ولكن عند علم في لوح المحو والاثبات هذا يعرفه الانبياء الاوصياء في مراتب لديهم ممكن ان يعرفونه ولكن هذا ممكن ان يتغير وهذا البداء هنا يكون اما في ام الكتاب لا يكون بداء لان في ام الكتاب الامر العلم الالهي الازلي الثابت لا يتغير فالبداء في العلم الذي في لوح المحو والاثبات وبداء لله هو مو ان الله غير رأي لا الانبياء كانوا يرون انه فلان مثلا يجب ان يموت غدا واذا يطول عمر ما يدرون كيف صار هذا انه يرون انه مكتوب هذا عمر ينتهي غدا بعدين من يستفسرون يرون انه مثلا اعطى في الليل صدقة وهذا صدقة دفعت عنه البلاء فهذا معنى البداء هنا اهل اليمين يقول لم يشترط فيهم البداء لان اصحاب اليمين الله جعلهم كلهم في الجنة اصحاب الشمال ذلك المجرمين الظالمين الغير واشياعهم ومن يتبعهم اذا بعضهم اصلح وضعه في الدنيا قلنا هي فرصة ثانية الدنيا بعد ذلك العالم هذه فرصة له اذا اصدح وضعه فكر في امره كما يقول قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله انت وحدك فكر لا تفكر بالعقل الجمعي لا تفكر انا مجتمعي ااباي اجدادي الاخري كل المجتمعات مختلفة مئات المذاهب والاديان والطرق وغيرها موجودة فاذا كل واحد في طريق ومكان موجود يقول انا اتبع ابائي هو قطعا قسم كبير منهم غير صحية فانسان يفكر بعقله ويتبع الحق فاذا فكر بعقله واتبع الحق والحق لا شك مع النبي صلى الله عليه وآله وآهل بيته فهو يسعد وينجو اذا بقى مصير ومعاند وما يقبل ويغلق عقله ويغلق فكرة يقول لا هو هذا اللي احنا نقوله طيب انت حر بعد الله سبحانه وتعالى يقول هناك جعل وكانهم في النار ولا يبالي جل وعلا بذلك هنا يكمل الحديث الامام عليه السلام يقول ثم اخلط الماءين جميعا في كفه فصلصلهما ثم كفهما قدام عرشه وهما سلالة من طين لما انخلق الماءين الماء والطين اصحاب اليمين واصحاب الشمال هذا الاختراط سبب انه احيانا مؤمن يولد من كافر او كافر يولد من مؤمن واحد مؤمن نوح عليه السلام من انبياء للعزم وابنه كان من الكافرين هذا يعني ممكن وبالعكس ممكن ان يحدث فهذه رواية تشرح هذا المعنى روايات اخرى تذكرها حاديث اهل البيت سلام الله سلام الله عليهم عن بشر ابن ابي عقب عن ابي جعفر يعني الباقر وابي عبد الله الصادق عليهم السلام قال ان الله خلق محمدا من طينة من جوهرة تحت العرش هنا تفاصيل اكثر خلطينة النبي من جوهرة تحت العرش بس العرش قلنا هو مركز السلطة والقرار الالهي كما ان السرير الملك هو مكان السلطنة للملك هذا العرش اين موجود هل هو مركز كل هذه السماوات كل هذه الافلاك كل هذه الاجرام المختلفة لابد هذه كما ان مثلا للكرة الارضية هناك مركز الجاذبية وهو الذي يقبض الارض لان لا تتناثر الاشياء بدون جاذبية اظن الشمس لديها جاذبية للمجموعة الشمسية مجرة درب التبانة لها جاذبية للشموس ملايين الشموس كشمسنا تكون موجودة وهذه المجرة مع ملايين المجرات تدور حول مجرة ثانية والثانية مع ملايين ومليارات المجرات حول ثالثة وربما سبعة هذا اكتشف ومعلم الحديث فهذه كلها المجرات تدور لابد هناك مركز في هذا العالم مركز معين لا نعلمه سيكتشف العلماء او لا يكتشف الله اعلم بس نظريا نتصور هذا المعنى فالعرش هو مركز القرار الالهي الذي منه تصدر الاوامر الالهية لحفظ النظام الكوني جميعا كل هذا النظام الكوني مرتبط بالله وذكرنا سابقا المعنى على العرش استواء يعني استوت قدرته بكل اجزاء ما خلق مستوى يعني جلسة يعني يعني معناه مساواة الشرق الكون كله وغرب الكون وشماله وجنوبه هذا كله متساوي بالنسبة لقدرة الله جل وعلا فالعرش فالعرش يا ترى هو المركز ذاك أو كل هيل هذا الكون هو يعاد العرش الالهي الله اعلم بالتفاصيل ولكن عموما قلنا العرش هو العلم والقدرة الالهية فهنا يقول جوهر تحت العرش وانه كان لطينة يبدو لطينته نضح فجبل طينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضح طينة رسول الله صلى الله عليه وآله كما أن نور أمير المؤمنين انفصل من نور النبي في بداية الخلق هنا أيضا في الطينة طينة أمير المؤمنين خرجت من نضح طينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام نضح فجبل طينتنا وأهل البيت يقول عن الإمام الباقر والصادق عنهم أهل البيت الأيم سلام الله عليهم يقول فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عليه السلام لأنهم أولاد علي وفاطمة أهل البيت الحسن والحسين سلام الله عليهما وباقي الأيم الطاهرين من أولاد علي وفاطمة سلام الله عليهما فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمن عليه السلام وكان لطينتنا نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا فقلوبهم تحن إلينا وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد ونحن خير لهم وهم خير لنا ورسول الله صلى الله عليه وآله لنا خير ونحن له خير سبحان الله هذه الطينة الطاهرة منذ البداية الله سبحانه وتعالى خلق منها محمدا وعليا والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم وخلق الشيعة منهم الموالين المحبين لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هم يحنون إلى أهل البيت يحيون شعيرهم مجالسهم يذكرونهم يفرحون لفرح أهل البيت يبكون لبكائهم يحزنون لحزنهم يدعون الناس إلى اتباعهم يتحملون المشاق والصعاب طول التاريخ وقاسوا الكثير في سبيل إظهار محبتي من أهل البيت بسبب ظلم الظالمين والطغاة والجبارين من زمن بني أمية وبني العباس والعثمانيين وإلى يومنا هذا نرى الموالين لأهل البيت يتحملون ضريبة الولاء ولا يكفون يبدون الولاء حتى لو قتلوا سجنوا عذبوا طوردوا لو ما ما فعل الظالمون بهم لا يبالون لأنهم الواقع قلوبهم تعطفوا على أهل البيت سلام الله عليهم تحنوا إلى أهل البيت هم من تلك الطينة الطاهرة خلقوا وفي حديث آخر أيضا عن الإمام الباكر يبين صورة أخرى يقول لأبي الحجاج يا أبي الحجاج إن الله خلق محمد وعلى محمد من طينة عليين أن الطينة أكو عليين وطينة سجين طينة عليين خلق منها محمدا وآل محمد سلام الله عليهم وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك هذه القلوب هي الأرواح على رأي أن الأرواح هي أيضا مادية ولكنه تختلف مادته عن مادة الطين هذا رأي على كل حال أو ربما ليست مادية كما يعتقد فيكون هنا خلق من طينة بمعنى من المعاني فقلوبهم من طينة فوق ذلك وخلق شيعتنا من طينة دون عليين وخلق قلوبهم من طينة عليين كأن القلوب تخلق من مرحلة أو درجة أعلى فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمد من أبدان آل محمد يعني من الطينة التي خلق بدن أهل البيت سلام الله عليهم وإن الله خلق عدو آل محمد من طين سجين وخلق قلوبهم من طين أخبث من ذلك وخلق شيعتهم يعني شيعة أعداء لمحمد الشيعة يعني الموالون والمحبون فأكو بعضهم كما يقول القرآن هذا من شيعته في قضية موسى عليه السلام وهذا من عدوه فبعضهم موالين لهم وبعضهم موالين لأعدائهم ولذا يقول وخلق شيعتهم شيعة أعداء لمحمد من طين دون طين سجين وخلق قلوبهم من طين سجين فقلوبهم من أبدان أولئك وكل قلب يحن إلى بدنه يعني طين الذين يوالون أعداء لمحمد قلوبهم تهف إلى الطين لأنه بدن الأعداء خلق من طين سجين الذي خلق منه الأعداء فكل إنسان يحن بالنتيجة إلى ما خلق في البداية هذا الخلق في البداية طبعا لا بمعنى الجابر والإكراه وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسر للإنسان إذا علم منه أنه سيطيع من باب التيسير الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا سيكون مؤمنا مخلصا فيهيئ له ذلك ويعلم أن ذاكله مهما هيئ له من الظروف لا يهتم ولا يبالي نضرب مثال مادي للتوضيح نقول أب عنده ولدين ولد صالح عاقل حكيم مدبر في أمره فيسهل له العمل والتجارة يعطيه رأس مال يرشده ينصحه لن يعلم أنه هذا يحسن استعمال المال يقبل النصيحة فيحسن التجارة يربح أموال كثيرة الثاني يعلم إذا أعطى المال ما يصرفه بالتجارة وإنما يصرفه على لذاته وشهواته إذا نصحه ما يقبل النصيحة إذا أرشده ما يقبل الإرشاد يسمع له أصدقاء السوء فإذا ما ينفع المال فيحرم من المال حرمانه مو عدم مساواة بين الاثنين بل أن الثاني لا يهتم بها لا ينتفع به فكذلك الله سبحانه وتعالى إذا قدر لطينة المؤمنين أن تكون كذلك ولغير المؤمنين أن تكون بشكل معادي لأنه يعلم أنهم سوف لن تنفعهم ذلك أبو جهل على سبيل المثال كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى معاجزه فضائله كراماته خلقه بلاغة القرآن كل ذلك سمعه ورآه ولكن لم يؤمن فإذن ما نفعته الهداية بشيء لأنه معاند ومستمر في عناده الليلة ليلة العاشر من شهر رمضان هي ليلة وفاة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها نكتفي بهذا المقدار من حديث الطينة وربما نكمل باقي الروايات في الليلة القادمة إن شاء الله ولكن لا بس أن نذكر السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين صلى الله وسلامه عليها مقامها عالي جدا وقد ظلمها التاريخ لأنها أم زهراء صلى الله وسلامه عليها كما ظلم زهراء وظلم أمير المؤمنين المؤرخون والحكومات المتعاقبة من بني أمية وبني العباس وغيرهم وكتب التاريخ في زمانهم كذلك ظلموا خديجة بنت خويلد بشكل كبير فأقصوا فضائلها ومناقبها وذكروا من الفضائل لزوجات النبي الأخريات وكثير منها ليس دقيقا فيما يذكرون رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل نساء لجنة أربعة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم إمرأة فرعون إذن مقامها عالي جدا أن تكون هي واحدة من أربع أفضل النساء في تاريخ البشرية جميعا من الأولين والآخرين من أفضلهم السيدة خديجة سلام الله عليها رواية أخرى عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعاله إن الله اختار من النساء أربعة مريم وآسية وخديجة وفاطمة وذكر النبي في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وعاله قال إن جبرايل عليه السلام قال لي ليلة أسري بي حين رجعت وقلت يا جبرايل هل لك من حاجة فقال حاجتي أن تقرأ خديجة من الله ومني السلام جبرايل يطلب من النبي في وقت الإسراء يقول له اقرأ خديجة من الله ومني السلام فلما لقاها النبي صلى الله عليه وعاله قال لها ما قاله جبرايل فقالت إن الله هو السلام وإليه السلام وعلى جبرايل السلام إذن هكذا مقامها العالي سلام الله عليها بعض نساء النبي رواية رويها عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وعاله إذا ذكر خديجة لم يسأم من الثناء عليها يعني كان يحب أن تذكر خديجة وتمدح وتذكر فضائلها مناقبها فقد ضحت بكل مالها في سبيل الله وكما في الحديث ما نفع النبي يقول ما نفع عنه مال ما نفع عنه مال خديجة لأنه كان يصرف من ذلك المال على المسلمين في بداية الدعوة إلى أن قويت شوكة المسلمين فكان لم يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها يقول فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة من نتيجة زوجة غار من زوجة ثانية طبع البشر فقلت أروي عن عائشة عوضك الله من كبيرة السن قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعاله غضبا شديدا فسقطت في يدي قلت أنا ارتبكت عائشة أنه ما كنت أتوقع عن النبي يغضم بهذا الغضب الشديد فقلت تقول عائشة في يعني قلت في نفسي اللهم أنك إن ذهبت بغضب رسول الله صلى الله عليه وآله لم أعد بذكرها بسوء ما بقيت قالت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما لقيت قال كيف قلتي والله لقد آمنت بي إذ كفر الناس وآوتني إذ رفضني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقت مني حيث حرمتموه يعني رزقت الولد منها وأنتم باقي نساء النبي لم يدني حيث حرمتموه قالت فغدا وراح علي بها شهرا يعني ظل الشهر يذكر هذا المعنى ويمدح خديجة سلام الله عليها حينما مات القاسم ابنها أولاد النبي الذكور توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله يعني يقال ثلاثة أولاد القاسم والطاهر وعبد الله أولاد خديجة والزهراء سلام الله عليها هي التي بقيت أما إبراهيم فهو ابن ماريا القفطية فبكيت خديجة بعد أن مات ابنها فقال لها ما يبكيكي فقالت درد دريرة فبكيت بالنتيجة أم عاطفة توفي ابنها يقول بكيت فقال يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجي إلى باب الجنة وهو قائم يعني ابنكي فيأخذ بيدكي فيدخلك الجنة وينزلكي أفضلها وذلك لكل مؤمن إن الله عز وجل أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرت فؤاد ثم يعذبه بعدها أبدا إذن هكذا كان مقامها سلام الله عليها صرفت كل مالها وما عندها وأشهدت قريش بذلك أن كل ما عندي بعد أن تزوجة النبي للنبي هو يتصرف به وأيضا كانت ترعى النبي رعاية كبيرة جدا كلما غاب في غار حراء كانت هي وعلي أمير المؤمن السلام يأتون به الطعام إليه وهو معتكف ثلاثة أشهر في رجب وشعبان ورمضان كان يعتكف في غار حراء هذه قبل البعثة بثلاث سنين كانت يعني كذلك على كل حال ما يذكر من شأنها بالرغم أنها كانت ثرية جدا وصرفت كل مالها ولكن مع ذلك عندما دنت من الوفاة استحت أن تطلب من النبي ثوبه ليكون في كفنها لكي تكون مستورة في يوم القيامة ببركة ثوب النبي صلى الله عليه وآله وأيضا في القبر ينفعها من ضغطة القبر فأوصت النبي بمعضة وصعيات ثم قالت عندي وصية أنا أخجل أن أقولها رح أقولها لابنة الزهراء فخرج النبي من الغرفة فقالت للزهراء بني أنت أطلبي من أبيك أن يعطيني ثوبه لكي أكفن به رضوان الله تعالى عليها ما أعظم مقامها وجلالها وتضحيتها في سبيل الإسلام هي في الواقع أم بني هاشم من أولاد علي وفاطمة كل السادة أولاد علي وفاطمة هي جدتهم صلى الله وسلامه عليها نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطاهرين وبحق أم المؤمنين السيدة خديجة صلى الله وسلامه عليها أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه اللهم أملأ بصاحب الأمر الأرض قصة وعدلة كما ملئت ظلما وجورا اللهم اغضي بمحمد وعلي محمد حوائجنا واشفي بهم مرضانا وارحم بهم موتانا واغفر بهم ذنوبنا واسع بهم أرزاقنا وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لك الحمد أن عرفتنا وألهمتنا محبة محمد وآل محمد فارزقنا في الدنيا اتباعهم وأن نموت على ولايتهم ومحبتهم وارزقنا في الآخرة شفاعتهم ومن حوض الكوثر شرابهم وعلى الصراط مرافقتهم وفي الجنة مجاورتهم في أعلى عليين على سرر المتقابلين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين